الميت بيحس بزواره حولنا لسه بنتكلم من شوية الميت يا أخي الشام بينتفع بزواره بينتفع بدعائهم وينتفع بصدقاتهم هذا أعظم ما ينتفع به الميت من زيارة الأحياء لقبور الأموات إنما مسألة بيحس عشان شفنا أختنا من شوية أن هي عايزة أم مصطفى قعدة تقعد تكلم ابنها لا مش للدرجة دي ليه لأنه الميت خلاص مات لا يسمع انقطعت صلته بالدنيا تماما إنما مسألة بيشعر أو بيستأنس المعنى ده أشار إليه شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله وأشار إليه من طرف خفي الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى في الجزء 24 اللي هو اسمه كتاب الجنائس قال إيه بقى؟ قال ويمكن أن يقال أن الميت يستأنس بزيارة الأحياء ينتفع قلنا خلاص وكمان يستأنس قالوا له ليه يستأنس؟ قال لأن الشرع سمى من روحتنا إحنا إلى المقابر سمها زيارة وسمى من روحتنا إحنا الجرنة ولا الأربنة برضو سمها زيارة فلو الأحياء راحوا عند الأحياء اللي زيهم اسمها زيارة ولو الأحياء راحوا عند الأموات في المقابر برضو سمها زيارة اسمها زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزيارة وزيارة فيها نوع من أن المعنى متقارب كما أن الأحياء يستأنسون بزيارة أقاربهم لهم وجيرانهم لهم فكذلك الأموات يستأنسون بزيارة الأحياء لهم أدي واحد الأمر الثاني اللي أنا عليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قال كمان إحنا لما بنروح في الزيارة هناك عند المقابر الشرع قال لنا نقول إيه يا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين طيب أنا لو دخلت عليك بيتك يا أخي هشام ولا مريت عليك عند البيت في الشارع بقولك إيه بقولك السلام عليكم وبروح عند الميت أقوله السلام عليكم كمان بكاف المخاطب تشعر أنه السلام ده له معنى كأن الأموات يستأنسون بس أنا مش عايز أقول على سبيل القاطع طبعا ده كلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من طرف خفي فمش عايزين نقول لا ده قطعا هما بيستأنسوا لا هناك احتمال كبير جدا من المعنيين اللي أشرت إليهم أنا الآن بناء على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه الأموات بالفعل بينتفعوا بالزيارة من ناحية وبيستأنسوا بالزوار من ناحية أخرى إنما بقى بيحسوا أو بيردوا أو بيسمعوا أو بيكلموا كل ده طبعا ما يحصلش أبدا ليه لأن الميت انقطعت صلته بالدنيا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد